لما نروحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم واخلاقيات العمل فهما بيبدأوا تمانية ونص فطبعا جيد تمانية وربوع الكل موجود فبسأل واحد من الموظفين بقول له يعني عمرك بتتأخر عن الدوام دوامهم ساعة كم؟ تمانية ونص فقال لي أحياناً أتأخر خمس عشر دقائق فاستغربت مفروض اليابانيين فقلت له كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي يعني أوصل تمانية وربع قال له أنت دوامك تمانية ونص قال لي لا الدوام الرسمي تمانية ونص بس أنا حاطت لنفسي دوام الساعة تمانية فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي لا إله إلا الله طبعاً ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد لدرجة أن المواعيد بالدقيقة يعني مواعيد الباص الساعة 3 و7 دقائق 3 و13 دقيقة 3 و17 دقيقة موعد كان في الباص اللي إحنا فيه ساعة 3 لا كانت ساعة 10 10 و37 دقيقة جاء الباص الساعة 10 و34 دقيقة قبلها بتلاتة دقائق بعد هنا الساعة 10 و37 دقيقة إلا 10 ثواني طلعت أنونسمنت هذا الباص يتحرك بعد 10 ثواني 10 و37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا قدومك للعمل في الموعد ساعة 8 تؤجر عليه تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد يقول لك ما فرقت 10 دقائق ربع ساعة فهذا الأمر الأول الأمر الثاني سأعدي عليه بسرعة إتقان العمل وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب يعني ما هي قضية يعني بسقة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدر فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا بهذا بهذا نهضت الأمة أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع داف اللي بدي الأمنيات ويحققها لطول كذلك فانوس مش عارف مين على الدين وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي لاخترت خصلة الإحسان والإتقان أن نحسن ونطقن أعمالنا ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل والسيارات بر المسجد حالتها حالة والجزم الله يكرمكم بر المسجد حالتها حالة خمس سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم خمس سنوات يا إخوان موضوع ما هو فيزياء ولا كيميا فيه أرفف وفيه جزمة وفيه باب نعم حط أدخل واجهة الدين وواجهة الإسلام إحنا ندعي أنه إحنا دين النظام والاحترام والنظاف بس وهذا من الدين الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر الشخص اللي لما نوقف سيارة ويوقفها صح سيؤجر الحسنات ما هي محصورة في المسجد كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم يا أخ الرسول عيسى السلام يقول حتى يعني سامحوني حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه أهداف أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه في ألفين وعشرة ما حقول لألفين وخمستاش ولا ألفين وعشرين ألفين وعشرة هل واضحة أهداف الجميع في ماليزيا تسأل سائق التكسي سائق التكسي تقول له تعرف عشرين عشرين تونتي تونتي هيقول لك أيوه هدفنا في ماليزيا بحلول عام ألفين وعشرين نصبح من أكبر عشر دول في العالم اقتصاديا يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التكسي أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في ألفين وعشرين ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت للشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذهبا أين ستكون في ألفين وعشرين ما هو الهدف سيجيبوا ولا لا أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها وأختم بمقولة غربية جميلة لأن بعض الناس قالوا لي ظلمتنا قارنت باليابان وفينا وفينا اليابان لا إيش فينا وفينا اليابان يعني في مقولة تقول إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين تصل إلى القمر وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة نسأل الله الفردوس الأعلى أعلى مراتب الجنة شوف الهمة وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش فارس والروم أقوى دولتين عظيمتين في عشر خمستاشر سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم مش في حياة أولادنا وأحفادنا نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا فالدين يغطي كله ورياضيا عقبال ما في دولة عربية تأخذ كاس العالم يا رب كاس العالم مو عيب كورة بس والشباب يقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارفين خلي فيه نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده يعني إن شاء الله بإذن الله وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعتذر له عن تقصيرنا في القرن الواحد وعشرين ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم يزاكم الله خير